المشهد اللي كنا تبعناه مبارح في الحياة اليوم مشهد من الصعب قبوله أو تصديقه صعب إن احنا نشوف مشاحنات واشتباكات توصل لحد التشابق بالأيدي في مسجد النور بالعباسية ما كانتش دي المرة الأولى لكنه سيناريو متكرر على مدار الأسابيع اللي فاتت ومش بس في مسجد النور لكن في عدد كبير من المساجد في محافظات مصر دخول قوات الأمن والجيش في مسجد النور بالعباسية ومحاولة فض الاشتباك وفض النزاع على اعتلاق المنابر هنتكلم في الموضوع ده النهاردة لخطرته بالتأكيد احنا معانا وبيشرفنا في الحياة اليوم فضيلة الشيخ حافظ سلامة هو رئيس طبعا جماعية الهداية وقائد مقاومة الشعبية في محافظة السويس وهو فضل إنه يكون موجود زي ما حالتكم شايفين دلوقتي على الشاشة في غرفة ملحقة بالستوديو غرفة الضيوف بناء على رغبته يفضل يكون موجود معانا في الستوديو لكوني مزيعة وأنا طبعا بنحترم رغبته وبنقدرها وعلى رأسنا يا فضيلة الشيخ نسأل خير يا فند برحب جلاك خير وبنرحب طبعا بفضيلة الشيخ أحمد تركي إمام مسجد النور بالعباسية برحب بحداك يا فند أهلا وسلام بك